أعود إلى لكم مشاهدين وإلى برنامج الحدث والملف الإيراني الانتخابات الإيرانية بكل تفاصيل مع صحافي الإيراني علي منتظري برحب فيك أستاذ علي في هذه الحلقة أهلا وسهلا بك ضيف عزيز في هذا القسم من الحلقة وتحديدا لبحث ملف الانتخابات الإيرانية أهلا بك في هذه الأثناء سنضيق الاقتراع مفتوحة أمام أصوات الناخبين مجموعة من المرشحين ستة أو أربعة على المتقدمين واحد إصلاحي والبقية من المقربين من فريق رئيس الجمهورية الحالي خمسين مليون ناخب إيراني كيف هي الصورة الآن في إيران؟ بسم الله الرحمن الرحيم نحن بين المرشحين وفي إطار الحملات الانتخابية التي جرت في إيران ما فينا نسمي بأن هناك في مرشحين مقرب إلى طيار دكتور أحمد نجاد لأن خلال حملات انتخابية نحن شاهدنا انتخابات ساخنة جدا حول ما قدم به الدكتور أحمد نجاد خلال فترة رئاسته خلال دورتين خلال ثمان سنوات لكن بشكل عام فينا نقول حاليا هناك في تنافس بين المرشح من المحافزين وهو محمد باغر قالباب وهو رئيس بلدية تهران والشيخ حسن روحاني خاصة قبل حوالي أربعة أيام الشيخ حسن روحاني هو الإصلاحي الشيخ حسن روحاني يعتبر زمن التيار الإصلاحي ولكن مدؤوم من قبل الشيخ علي أكبر رفسنجاني كمان وعلي أكبر الشيخ رفسنجاني هو مقرب جدا إلى التيار الإصلاحي ومقرب جدا إلى التيار المحافز لكن نحن في إيران نحن نصميه هو يلعب دور سياسي في منتصف الطريق بين المغارضين ومنتصف الطريق بين الإسلاحيين نوعا ما وسطي مثل الوسطية في لبنان تقريبا يعني لكن هناك فيه ثوابت يعني ثوابت بين في الطيار الإسلاحي في طيار طبعا الشيخ رفسنجاني ومن هذا المنطلق بالنسبة للباقية المرشحين مثل دكتور بلايتي ومخسن رضاي وسعيد جليلي ومحمد غراضي أنا أعتقد بحسب استطلاعات الرأي هناك فيه تكاهنات وتنبؤات بأن التنافس يكون بين قالي باف وبين الشيخ حسن روهاني خاصة بعد انصهاب محمد رضا عارف هو كان مرشب من قبل طيار الإسلاحي لكن بعد طلب رسمي من السيد محمد خاتمي الرئيس الإيراني الأسبق هو انصحب من الانتخابات وعمليا كل الأصفات التي كانت يعني كان من الممكن أن يأخذها يتمتب بحي أصفات الناخبين باستبيئة الحال يتجه نعف شيخ حسن روهاني إذن المنافسة على الأقل في هذه المرحلة متوقع أن تكون بين محمد باقر قليباف رئيس بلدية طهران وحسن روحاني الإصلاحي إما حسن روحاني أو محمد باقر قليباف بين الاثنين ماذا سيتغير في الجمهورية الإسلامية الإيرانية؟ هناك بحسب المواقف المؤننة الرسمية اتجاهات كل المرشهين يتجه نعف التطورات الداخلية وخاصة المشاريع الاقتصادية في البلد فالشيخ حسن روحاني وجاب في إطار تخطيط جديد للسياسة الداخلية في مجال كيفية التعامل مع أمور مثل حرية الرأي في المجتمع كيفية التعامل مع طيارات السياسية في البلد وبنفس الوقت الشيخ حسن روحاني جاء بقوة حول موضوع تغيير في الخريطة الاقتصادية في الداخل وكيفية التعامل مع الخارج تقريبا نفس الحكاية موجود لمحمد باقر قليباف لأن بين حسن روحاني وبين محمد باقر قليباف وحتى في المقارنة مع المواقف طبع السعيد جليلي والدكتور ولايتي هناك في ثوابت يعني بالنسبة للتطورات في الخارج والسياسة الخارجية هناك في ثوابت مثلا حول ملف النووي كل المرشهين عندهم ثوابت بأن إيران يجب أن تحافظ على التكنولوجيا النووية السلمية في الداخل إيران ضروري تقف أمام المواقف السياسية الأمريكية في المنطقة وقدت اتجاد أخرى في السياسة الخارجية ألنوا هذا الشيء في مشاريع الانتخابية شيخ حسن روحاني لأن شيخ حسن روحاني موجود في لجنة الأمن القوم الإيراني وهو يكون منذوب السيد القائد أيتولا خامنهي في مجلس الأمن القوم الإيراني من هذا المنطقة وخاصة هو كان مسؤول عن ملف النووي الإيراني في أحد سيد محمد خاتمي لكن التغييرات الموجودة أو اختلافات الموجودة بين الجناهين تتعلق بكيفية التعامل مع ملف السياسة الخارجية الإيرانية فمن هذا المنطقة هناك كان انتقادات شديدة جدا لمحمود أحمد نجاد الرئيس الإيراني الحالي من قبل باقر غالباف من قبل شيخ حسن روحاني من قبل محسن رضاي ودكتور فلايتي حول كيفية التعامل مع الملفات الساخنة في السياسة الخارجية الإيرانية لكن بالنسبة للملفات الداخلية هناك قواص مشتركة لكن كيفية التعامل تختلف يعني شيخ حسن روحاني بيكون أكثر انفتاها على موضوع الملفات الاقتصادية في البلد موضوع السوق الحر وموضوع كيفية التعامل مع كل الأمور تتعلق بالطبقة المتوسطة وموضوع متوسطة في المجتمع الإيراني بس فعليا في ظل حصار مطبق على إيران حصار دولي مطبق على إيران هذا الوضع الداخلي والاقتصادي الداخلي بحاجة لنافذة خارجية يعني يجب أن يرتبط بأي تطور ما قد يطرأ خارجيا حسن روحاني أو محمد باقر غالباف قد يلجأ إلى تغيير في السياسة الخارجية لتنفيذ الداخل؟ أكيد بالنسبة لمحمد باقر غالباف كما قلت هناك موقف مشترك بين محمد باقر غالباف والشيخ حسن روحاني هم يتحدثون عن الحصار الدولي على إيران وخاصة الأقوبات الدولية المفروضة على الجمهورية الإسلامية الإيرانية من قبل أمريكا هم يقولون نحن كنا نستطيع أن نتعاطي مع هذه الملفات بشكل أحسن بالمقارنة مع الخطوات التي قامت بها الرئيس محمد أحمد نجات بالنسبة لغالباف تكون نفس الشيء هم يتحدثون كثير جدا حول الحصار الدولي وموضوع الأقوبات الدولية على إيران ولكن هم مثلا كان من شعارات شيخ حسن روحاني إذا تريدون استمرار الأقوبات الدولية على إيران لا تصوتون لي وبالنسبة للمحمد باغر قليباف هو يقول إذا أنا وصلت إلى رئاس الجمهورية الإيرانية سأقوم بحل هذه مشكلة في إطار تعامل جديد مع المجتمع الدولي وهذا الحديث موجود حتى بالنسبة لدكتور علي أكبر فلايتي نفس ما كان 16 سنة بزير الخارجي الإيراني قال إذا أنا كنت رئيس الإيراني ما كنا نواجه حي أقوبات الدولية خاصة القرارات الظالمة من قبل مجلس الأمن الدولي بس هذه القرارات مرتبطة بملفات اليوم أو بالأحرى حلة إما سلبي وإما إيجابي الملف النووي الإيراني علاقة طهران مع الغرب ارتباطه بدمشق وحزب الله هذا الارتباط الوفي كل هذه الملفات كيف ممكن يحلوها ملفات مش هينة يعني أن يعدوا بأنه قد نغير في السياسة الخارجية بس تغير في السياسة الخارجية يفترض قرارات حاسمة بملفات صعبة من هذا المنطلق أنا أعتقد إذا يصل محمد باغي الغالباف وحسن روحاني فملفات هاي ملفات صاخنة وحلها بيكون صعب جدا وخاصة إيران تريد أن تبقى على سياستها الاستراتيجية في المنطقة وفي الألاقات الدولية خاصة أمام أمريكا لن يتغير شيء أنا أعتقد يمكن يعني خلال إذا بيجي شيء خسن روحاني يمكن بيكون أكثر انفتاها لكن هذا لا يعني بأن إيران ستنسهب وستتراجع عن مواقفة دولية أمام أمريكا وبالنسبة للملف النووي لكن بطبيعة الحال نحن ما فينا نقول بأن إذا بيجي محمد باغر قالباف وحسن روحاني والدكتور فلايتي وسيد جليلي هم يستطيعون بشكل سريع يقومون بحل المشكلة يعني لأن هذا الموضوع كما تفضلتم بأن في ربط موضوع الملف النووي بكثير من الملفات في السياسة التاريجية من هذا المنطلق فينا نقول حتى من أحد سيد محمد خاتمي وفي أحد دكتور أحمد نجاد عندما كانت تجلس إيران في المفاوزات النوووية أمام خمسة زائد واحد هناك لن يكن بس ملف النووي الإيراني كانوا يتحدثون حول موضوع فلسطين كانوا يتحدثون حول موضوع لبنان يتحدثون حول موضوع سوريا حول موضوع أفغانستان والإراق كل شيء يعني كل الملفات كانت على الطاولة من هذا المنطلق هناك نوع من المشكلة حول الرأي الآم في الداخل وفي الخارج يعني كثير من الرأي الآم يفكر بأن عندما إيران تجلس على الطاولة بس تتحدث حول الملف النووي لكن مش هيك يعني على طول أمريكا والدول الغربية تريد أن تضغط على إيران بسم الملف النووي على كثير من الملفات الساخنة وبالتالي وبالتالي يعني هذه الضغوطات إذا ما استمرت في هذه المرحلة أو على الرئيس الجديد إما محمد باقر قلباف أو حسن روحاني أو حتى إذا كان هناك من تطور جديد قد يطرأ لأي مرشح آخر ماذا يمكن أن يقدم أكثر مما قدمته الجمهورية الإسلامية الإيرانية حاليا في مفاوضاتها في مواقفها اليوم معروف أن مواقف كثير متصلبة في هذه الملفات بس أي تساهل في هذه الملفات يعني انسحاب إيران من هذه المواقف المتصلبة ممكن حتى الإصلاح حسن روحاني أن يجرؤ على اتخاذ مواقف قد تضعف موقف إيران في هذه المرحلة من كل هذه الملفات أكيد لا لكن أنا بحسب رأي شخصي يمكن يعني في أحد الدكتور سيد جليلي هناك جاءت ثلاث قرارات أممية ضد إيران من هذا المنطلق مفاوضات إيران مع خمسة زائد واحد لم تكن ناجحة لأن القرب بقيادة أمريكا استفادت من موضوع الملفات النووية موضوع المشروع النووي السلمي في إيران من شأن الضغوط أكثر على إيران لكن كيف يمكن إذا بيجي محمد باغر قليباف وبيجي دكتور شيخ حسن روهاني وحتى مثلا ولايتي وأشخاص آخرين كيف يمكن نحن نعالج المشكلة هناك بدو شفافية والصراحة يعني صراحة جدية من قبل إيران أمام أمريكا من هذا المنطلق نحن نحتاج إلى شخصية كبيرة جدا في إيران تستطيع أن تتحدث باسم القيادة الإيرانية وباسم إيران في المفاوضات النووية أنا أعتقد أنا كباهس إيراني كصحاف إيراني أعتقد نحن فينا في إطار مفاوضات يعني بيجي شخص قوي جدا في إيران يسلم ملف مفاوضات النوووية مع القابل ويمكن هذا الشخص بيكون شخص مثل الشيخ علي أكبر رفسنجاني لأنه هو مقرب جدا إلى السيد القائد وهو مقرب إلى تيارات الإصلاحية وهو يمثل كل التيارات السياسية ومعسسات الدولة في إيران وخاصة السيد القائد في إيران من هذا المنطلق ضروري بيكون مفاوضات شفافة جدا يعني عندما نحن نجلس على مفاوضات نوووية مع الغرب بس ضروري نتحدث حول موضوع الملف النوووي الإيراني من هذا المنطلق كما تعرفون إيران وصلت إلى نقطة نقطة قوية جدا في المشاريع النووية إيران حاليا بيكون دولة نووية قوية جدا من هذا المنطلق بدنا نتحدث مع أمريكا لكن ضروري بيكون شخص أقوى بكثير من شخصية مثل دكتور سعيد جليلي من هذا المنطلق يمكن رئيس الإيراني المقبل يتحدث هذا الموضوع مع القيادة الإيرانية وشخص مثل الشيك رفزنجاني يستلم زمان مبادرة في المفاوزات النووية حتى القرب يعرف بأن إيران لا تريد أن تستمر مفاوزات من أجل المفاوزات هي تريد المفاوزات تنتج نعم ضروري أبل ما انتقل إلى الداخل أو بالأحرى القراءة السياسية في نتائج هذه الانتخابات يوم تم التجديد للرئيس الإيراني الحالي محمود أحمد ديشاد شهدنا بعدها نوع من التحركات قيل يوم أنها ثورة في إيران ولكن انتهت اليوم النتائج تشيء أو بالأحرى إذا ما كان هناك موقف أو نتيجة لن تذهب إلى حسن روحاني فرضا على اعتبار أنه هو الإصلاح الوحيد ضمن المرشحين إذا كانت النتيجة بعكس مواقف الإصلاحيين هل تتوقعون تحرك مالي المعارضة الإيرانية على الأرض أنا لا أعتقد لأن الشيخ حسن روحاني ومحمد رزا عارف وهو كان مرشح الإصلاحي والسيد محمد خاتمي والشيخ علي أكبر رفسنجاني قالوا الذي يخرج من صناديق الإختراع المنافسون آخرون يجب أن يرحبوا به ويجب أن يرسل له رسالة التبريك من هذا المنطلق هم اعترفوا بأنه هناك في مؤسسات الدولة تشرف على يعني لن يكون هناك تحرك أكيد لن يكون خاصة الموضوع تختلف يعني موضوع يختلف مع قبل أربع سنوات لأن أثناء الحملات الانتخابية اتقذت نؤمن الأسلوب غير غير جيد يعني في المرحلة السابقة في المرحلة السابقة لكن في هذا المرحلة كل المرشهين دخلوا جاءوا إلى التلفزيون الإيراني والتلفزيون الإيراني فرصة كافية جدا يعني فمن هذا المنطلق يعني كل المواقف السياسية التي اتخذت خلال حملات الانتخابية تبين بأن هذه انتخابات بيكون نازية جدا بأن التيار الإصلاحي وخاصة حاليا بيكون هزوز للتيار الإصلاحي لكن أستاذ مالك عندما شو يسمون هناك في احتمال أن يكون انتخابات على مرحلتين يعني هون لكن بدي أسأله تقنيا إذا لم يحصل أي من المرشحين على خمسين زائد واحد من هذا المنطلق الشخص الأول المرشح الأول والثاني ينتقل إلى المرحلة الثانية لكن في المرحلة الثانية يمكن تتغير الأمور وخاصة هناك كان اختلاف بين التيار المحافظ في إيران يعني تقريبا قبل 8 قبل حتى مساء يوم الأربع الماضي هناك محافلات من التيار المحافظ من شان بيكون إجماع على المرشح واحد فشلوا في ذلك من هذا المنطلق إذا بيكون مرحلة ثانية هناك بيكون منافسة شديدة جدا لأن الأصفات طبعا التيار المحافظ سيصب لصالح لأن أكيد أحد المرشحين الذي ينتقل مرحلة ثانية بيكون من المحافظين من هذا المنطلق هناك سيكون إجماع على أصفات من شان تيار المحافظ لكن نحن نقول في إيران هناك أصفات الصامتة إذا بيكون أصفات الصامتة يعني الذين ما بدون يشاركون كناخبين في صناديق الاختراب من أجل إدلاء الأصوات إذا هم يشاركون وخاصة في المرحلة الثانية إذا بيصير تنافس صاخن جدا بين التيار الإصلاحي والمحافظين من هذا المنطلق فينا نقول حتى المرحلة أولى من الانتقابات تقريبا يبين من يكون حضور أكثر في المرحلة الثانية متوقعين أن نصل إلى مرحلة ثانية أم أنه قد ننجح في مرحلة في مرحلة ثانية الخلاف واصل لهذه الدرجة أيوة نعم لأن كما قلت بحسب استطلاعات الرأي في إيران فتنافس بكم بين محمد بغير غالباف وحسن روحاني غالبا ستكون هذه الثورة في المرحلة المقبلة رأي المرجعية المرجعية في إيران الإمام سيد علي خامنئي ما هو موقفه من المرحلة الأولى من المرشحين ومن المرحلة الثانية وبرأيكم يمن أدل بصوته لنقص قسم من الطيار المحافز كان يريد استغلال موضوع الانتماء إلى بعض شخصيات من المرشحين الانتماء إلى السيد القائد في إيران ولكن قبل في بداية السنة الإيرانية الجديدة سيد القائد قال رأي بيكون صوتي بشكل ما يعرف ما يعرف أحد أبدا ولكن كل من يخرج من صناديق الإخترار نحن نكون من الدائمين له ونحن ندعمه بشكل كامل ومن هذا المنطلق هو أكد وخاصة اليوم عندما قام بصوته قال حتى آلتي لا تعرف أنا صوت لصالمين لكن هو قال نحن بالنسبة للمراشيين نكون على الفاصل بيكون مساف واحدة من الجميع هذا هو موقف المرجعية في إيران على كل حال بانتظار أن تغلق صناديق الاقتراع لنعرف نتيجة المرحلة الأولى وإن كنت حضرتك تتوقع أن نكون أمام مرحلة ثانية من الانتخابات الإيرانية على كل حال إذا ما كان هناك من مرحلة ثانية من الانتخابات إيرانية سنكون على تواصل مباشر معك أستاذ علي منتظري وعلى أمل أن تكون ضيفنا في مرحلة مقبلة لقراءة أوسع في هذه الانتخابات الإيرانية وتحديدا في ضوء المرحلة الأولى لنفصل أكثر الأصوات لمن ذهبت وكيف كان توزيع هذه الأصوات وقراءة فيما بعد المرحلة الأولى من الانتخابات الإيرانية إذا ما كان هناك من مرحلة أنا بدأت شكر حضورك معنا الصحافي الإيراني أستاذ علي منتظري أهلا وسهلا فيك مشاهدين الموعد بتجدد غدا عشر ونص صباحا بتوئيط العاصمة بيروت بحل أجديد من برنامج الحدث حتى ذلك الحين إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة